أهلا وسهلا بكم عزائي طلبة وطلبات الصف الثالث السنوي الصناعي بطبيعة الحال احنا خدنا النهار هناخد النهاردة في هذه الحلقة مراجعة على الفصل الدراسي الأول تمارين عما وهنبدأ بالنهاية عند نقطة وقلنا النهاية عند نقطة أول حاجة تعود بالنقطة بعد ما تعود بالنقطة هتلاحظ ان لو اداني ناتج يبقى المسألة انتهت على كده يعني اداتني كيمة معينة طيب لو اداني صفر على صفر يبقى كمية غير معينة والكمية الغير معينة يبقى معناها ان احنا هنعينها عاوز كيمتها نعمل ايه نحلل ونحزف ونعوض ثلاث خطوة وبعدين يطلع لي أمني تعالى برضو هناخد النهاية عند نقطة باستخدام القانون وبعدين هناخد النهاية عند نقطة في هذه الحلقة برضو النهاية عند اللا نهاية طيب هنشوف الكلام ده ونشوفه على الورقة تعالى بقى معايا ونشوف ونتابع ايه اللا هنشتغل بيقول لي اول تمرين ايه بيقول لي ايه الاتف بيقول لي اوجد النهاية دلة اتنين سين زائد واحد في سين ناقص اتنين على سين تربيع زائد سين زائد تلاتة طيب عندما سين تقول للصفر طيب يبقى النقطة عندي النقطة كام سفر اعوض بالنقطة سفر اعوض في القوس والقوس التاني اتنين في سفر بسفر زائد واحد وهنا سفر سالب اتنين طيب اعوض تحت بالسفر سفر زائد سفر زائد تلاتة هيدينا واحد في سفر سالب اتنين بسالب اتنين على سفر زائد سفر زائد تلاتة يدينا تلاتة يبقى بيساوي سالب اتنين على كام تلاتة يبقى انا لما عوضت بالنقطة تلع ناتج في النهاية يبقى المسألة خلصت على كده طبعا ببساطة شديدة تعال نشوف كمان تمرين التمرين النهاردة بيقولك اوجد نهاية الدلة سين تربيع ناقص سين ناقص اتنين على سين زائد واحد عندما سين تقول الى سالب واحد يبقى هوا بالنقطة دال سالب واحد تعال نشوف الكلام ده دال سالب واحد سالب واحد قص اتنين بواحد وهنا سالب سالب واحد ناقص اتنين على سالب واحد زائد واحد هنا سالب سالب واحد يعني بوجب واحد وواحد يبقى اتنين ناقص اتنين يدينا كام صفر تعال هنا سالب واحد وزائد واحد يدينا برضو واحد ناقص واحد بس كام صفر يبقى دي كمية غير معينة طيب نعمل ايه نحلل ونحزف ونعوم تعال نشوف نهاية عندما سين تقول سلب واحد لما تيجي تحلل ديكوسين خد العامل السفري لازم احد التحليل عامل السفري المقدار يبقى هنا سين زائد واحد ما تتعبش نفسك تحت سين زائد واحد تعال بقى كده سين تربيع سين في سين الاتنين واحد في اتنين دي سالب يبقى لشرطين مختلفين خدت دي موجب يبقى دي ايه سالب تاني لما تيجي تحلل تاخد العامل السفري ايه العامل السفري سين تقول سالب واحد يعني سين زائد واحد طب لو دي موجب يبقى خليها نقص نحطها في الكوس يبقى سين تقول سالب واحد يبقى سين زائد واحد اول كوس الكوس التاني اجي هنا سين تربيع سين في سين هنا الاتنين واحد في اتنين اشارة الحد التالت سالب يبقى لشرطين مختلفتين خدت دي موجب يبقى دي ايه سالب احزف الله ده انا حللت احزف ده شكلي ده عوض نعوض بسالب واحد نقص اتنين يدينا كام سالب ايه تلاتة كده انت شفت كده الحتة دي وشفت احنا بنتعامل معاها ازاي يبقى اول حاجة عوضت بالنقطة ولما تعود بالنقطة تلعت صفرة على صفرة كمية غير معينة نعمل ثلاث خطوات نحلل ونحزف ونعوض ما نعملش غيرهم ما تتعبش نفسك ولا اي تفكير معاك تعال انا نشوف المسألة دي نفكر فيها مع بعض بيقول لي ايه فيها بيقول لي نهاية سين تكعيب زائد 27 على سين تربيع زائد سين ناقص 6 عندما سين تقول سالب ايه 3 يبقى هقول له تعال اول حاجة نعواب بالنقطة سالب 3 سالب 3 قص 3 القص فردي يبقى سالب 27 زائد 27 سالب 3 قص 2 بتسعة ناقص 3 ناقص 6 تعال كده 27 ناقص 27 يدينا صفر 9 ناقص 3 يدينا 6 ناقص 6 يدينا صفر كمية غير معينة تعال بقى نعمل ايه تقال الله يبقى نحلل ونحزف ونعوض تعال نشوف الكلام ده اهو نهاية عندما سين تقول سالب 3 قص صغير وقص كبير هنا سين تربيع كوسين قد بعض اول حاجة وانت مغمت قلت لك حط العامل ايه السفري قلت لك تحط العامل ايه السفري تعال نشوف نحط العامل السفري سين تقول سالب 3 يبقى على طول سين زائد 3 طيب الله المقدار السلاسي اللي هنا افتكر كلمة ربع غير اضرب ربع ربع الحد الاولاني يبقى سين تربيع غير الاشارة موجب يبقى سالب اضرب سين في 3 تلاتة سين وبعدين ربع الحد التاني 3 في 3 بتسع نفس الكلام تحت هنا يبقى سين زائد 3 حط العامل السفري حلل اهيه سين تربيع سين في سين ستة ثلاثة في اتنين اللي شرطين مختلفتين لان دي سالب خدت الموجب يبقى دي سالب احزف عوض خطوات سابتة سالب 3 قس 2 بتسعة سالب 3 في سالب 3 يبقى بتسعة زائد 9 على سالب 3 ناقس اتنين يدينا 27 على سالب 5 ويفضل انك تكتب سالب بسط يبقى سالب 27 على 5 يبقى كده انت لما بتيجي تشتغل عوضنا وحللنا دي مجموعة 3 مجموعة مكعبين الكس الصغير اجي جيب الكس الكبير على طول قاعدة عندك ربع غير اضرب ربع ربع الحد الاولاني يبقى سين تربيع غير الاشارة موجب بتبقى سالب اضرب سين في 3 بتلاتة سين وبعدين بتربع الحد التاني اللي هو 9 جينا حطيت العمل السفري وحللت المجدر التاني يبقى هنا على طول يتحذف سين زائد 3 مع سين زائد 3 وعوض بالنقطة يبقى انا لما طلع الكمية غير معينة مشيت خطوتي نحلل وبعدين حذفت وبعدين ايه عوض ثلاث خطوات كده انت بتمشيهم مع بعض نحلل ونحذف ونعوض يبقى كده اول حاجة لما بتيجي انت تشتغل في الكلام ده وبتيجي تعمله النهاية عنده نقطة يبقى نعوض بالنقطة اتطلع الناتج لو طلع الناتج يبقى خلاص خلص لو طلعت صفر على صفر يبقى نحلل ونحذف ونعوض تعال نشوف التمرين ده ونشوف اه انعمل فيها ايه لما يديني القص اربعة ناقص واحد وتمانين على سين قص اتنين ناقص تسعة عندما سين تقول سالب تلاتة طيب لما جيت انا ابص للمسألة دي طيب هنعملها ازاي طيب لو هنا نيجي نبص لها سين قص اربعة ناقص واحد وتقل قص كبير ورمز وعدد ورمز وعدد وما بينه اشارة سالبة يبقى نعمل ايه نحطها على صورة النظرية اهو سين قص اربعة ناقص احط اهي العدد تقول ايه الى سالب ايه تلات يبقى سالب تلاتة قص اربعة بمجاب واحد وتمانين تعال لتحت سين قص اتنين ناقص سالب تلاتة قص اتنين اهي سين ناقص ناقص تلاتة سين ناقص ناقص تلاتة الاس ده زي الاس ده والاس ده زي الاس ده يبقى بيديني اربعة على الاتنين في سالب تلاتة اربعة ناقص اتنين يدينا اتنين يدينا تلاتة في تلاتة في تسعة فاربعة في ستة وتلاتين على اتنين يدينا كام؟ شفت بقى كده يبقى حطيتها على صورة النظرية طيب جيت للعدد دي معقد لا حط النقطة دي اهو النقطة وحط نفس القص ودي لاب برضو حطيت هنا العدد ده حطيت النقطة ونفس القص بس لازمة ما بين العدد والرمز شرائي سالبة تعال نشوف كمان التمرين في هذا الموضوع التمرين بيغير الصورة والصورة اللي انت تشتغل عليها هي تبقى صورة بسيطة جدا يعني والعملية ما فهاش اي مشكلة بالنسبة لك او لما تلاقي القص الكبير احطها على صورة النظرية وما تعبش نفسي ما تعبش نفسي في اي حاجة تعال نشوف التمرين ده ونشوف احنا بنعمله ازاي بيقول لي ايه اوجد نهاية سين زائد 3 كله قص خمسة ونقص 243 على سين عندما سين تقول الصفر بسيطة جدا انا تلاقي ده 3 قص خمسة تعال نشوف كده سين زائد 3 كل قص خمسة وهنا 3 قص خمسة ما تتعبش نفسك انا مش عاوزك تتعب سين لا الله لو قلت برضو انا عاوز الاساسات تكون زي بعضها ما هي القاعدة عندي كده يبقى سين زائد 3 ركز معايا اهو سين زائد 3 ناقص 3 اهو زائد 3 ناقص 3 يدينا صفر زائد سين هي السين نهاية تبدي نحطها على صورة ايه رأيك لما انا اعمل سين زائد 3 تقول الى التلاتة ما انا لو وديت دي نحية تانية يبقى 3 ناقص 3 يدينا صفر هي هي حطتها كده على شكل ايه النظرية القص هنا يعتبر واحد والقص هنا يعتبر واحد يبقى بيساوي 5 على 1 في 3 قص خمسة ناقص 1 يدينا 4 يبقى هنا على طول 5 في 1 و 80 بالقالة الحسبة اتطلع ربعمية و كام و 5 دي كده حطتها على الصورة على طول اقول لك تاني سين زائد 3 كل قص خمسة ناقص الله تلاقيت دي تقبل اسمها على الثلاثة فيها ثلاثة قص خمسة ثلاثة قص خمسة بمتين ثلاثة واربعين طيب الاساس دي روح ترصه تحت ليه ثلاثة ناقص ثلاثة يدينا صفر زائد سين هي 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 طيب كده هتطلق على شكل نظرية طيب سين زائد 3 تقول لي كام للثلاثة لو وديت دي ناحية تانية يبقى كإني قلت سين تقول للصف أو لو سبتها زي ما هي 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 ما فيش اي مشكلة القص على القص خمسة على واحد في ثلاثة خمسة ناقص واحد كام اربعة ثلاثة قصة اربعة بواحد وتمانين في خمسة بربعمية وايه وخمسة طبعا لما تيجي يعني احنا لما اشتغلنا يبقى اشتغلنا حاجتين دلوقتي هي النهاية عنده نقطة وخلصة باستخدام النظرية أو بنحلل ونحزف ونعوض لو كان كميات غير معينة ولو كان داني النتيجة على طول فلو داني النتيجة على طول خلاص انتهت المسألة على كده ببساطة ومن غير اي حزن وانت بتحل المسألة اتسم هاليا المسألة تتحل في ايديك وخدها ببساطة جدا عزيزي الطالب والطالبة تعالا ببص لو احنا خدنا النهاية عند اللانهاية عند اللانهاية يبقى انا ببص دي المقام اكبر قس موجود في المقام بالرمز بتاعه بقسم عليه بسطا ومقاما مع ملاحظة لو كان اي عدد على المالة نهاية بيسوي صفر دي ملحوظة تعال نشوف الكلام ده ونشوف المسألة اللي قدامنا بيقول لي ايه اوجد نهاية سين قس اربعة زائد تلاتة سين ناقص اتنين اه على خمسة سين قس اربعة زائد تمانية نشوف الكلام ده ونشوف احنا هنعمله ازاي لو بصت للقوة اللي تحت سين قس اربعة ايه رأيك بالقسمة على سين قس اربعة بسطة ومقاما يبقى نهاية سين تقول لي المالة نهاية لما سم على سين قس اربعة يدين واحد وهنا تلاتة سين على سين قس اربعة يبقى تلاتة على سين قس اربعة لان هنا في سين في البسط على سين قس اربعة يبقى على طول ايه سين قس اربعة في المقاب هنا اتنين على سين قس اربعة تعال تحت هنا اسم على سين قس اربعة يدين خمسة وهنا تمانية على سين قس اربعة يساوي لما عود بمالة نهاية يبقى هنا واحد زائد تلاتة على المالة نهاية ناقص اتنين على المالة نهاية على خمسة زائد تمانية على المالة نهاية يبقى بيدينا واحد زائد صفر ناقص صفر على خمسة زائد صفر يدينا واحد على كام على خمسة يدينا واحد على كام على خمسة. التاني هو القط ما يبقاش واضح شوية نوضحه. يبقى هنا لما نيجي نشتغل. ادي واحد زائد تلاتة على المالة نهاية. ناقص اتنين على المالة نهاية. على خمسة زائد تمانية على المالة نهاية. بيساوي ادي الواحد. واي عدد على المالة نهاية بيساوي صفر. زائد صفر. نيجي ناقص اتنين ناقص صفر برضو. على خمسة زائد تمانية على المالة نهاية بصفر برضو. يبقى واحد زائد صفر ناقص صفر. يدينا واحد على كام على خمسة. تعال نشوف الكلام ده برضو. تمرين كمان. وخلي بالك. يبقى انا لما اسمت. اسمت على اكبر قص موجود فين? في المقام. اه تعالى لما يجي مسلا اه مسألة اكبر قص موجود. ببص للرمز اللي موجود في المقام. باكبر قص على طول بقسم بسطا ومقام. مليش دعوة بالبسط. تاني. بقسم على اكبر قص بالاساس بتاعه. اللي موجود في المقام. بسطا ومقاما. تعال نشوف المسألة دي ونشوف. احنا هنعملها ازاي. اه بيقول لي نهاية سين قصة اربعة زائد واحد على اتنين سين قصة ثلاثة ناقص واحد. اكبر قص موجود في سين قصة ثلاثة. هقول بالاسمة. على سين قصة ثلاثة. باسطا ومقاما. اهو عشان افكرك. باسطا ومقاما. يلا نقسم هنا. سين قصة اربعة على سين قصة ثلاثة بسين. زائد. اقسم على سين قصة ثلاثة. يبقى واحد على سين قصة ثلاثة. على اتنين. سين قصة ثلاثة على سين قصة ثلاثة خلصة. واحد على سين قصة ثلاثة. نهاية سين تقول لي ايه? المال نهاية. طيب. عود بالمال نهاية. يبقى مال نهاية. زائد واحد على المال نهاية. هنا اتنين نقص واحد على المال نهاية. يبقى هنا بيديني مال نهاية زائد صفر. ركز معايا على اثنين ناقص صف يبقى مالة نهاية على الاثنين هي بالمالة ايه نهاية يبقى انا لما جيت في المسألة دي عملتي ايه اسمت على سين قس ثلاثة بسطا ومقامه لما اسمت على سين قس ثلاثة يبقى على طول اديتني سين زائد اقسم دي على سين قس ثلاثة يبقى واحد على سين قس ثلاثة اقسم دي على سين قس ثلاثة يجيني اثنين هقسم ده على سين قس ثلاثة يبقى واحد على سين قس ثلاثة جيت عوض بالمالة نهاية يبقى سين شلتها وحطيت المالة نهاية زائد واحد على المالة نهاية على اتنين ناقص واحد على مالة نهاية واحد على المالة نهاية بصفر وواحد على المالة نهاية بصفر يبقى مالة نهاية زائد صفر على اتنين ناقص صفر يدينا مالة نهاية على الاتنين يدينا مالة نهاية العملية بسيطة زي ما انت شفت يبقى احنا خدنا حكتين دلوقتي النهاية عنده نقطة والنهاية عنده اللانهاية الشكل بيتغير بتاع المسألة يعني هنا المسألة اللي فاتت لاحظت ان القس بتاع المقام اكبر من قس البسط ويطلع الناتج ما اللي نهاية وخلي بالك من الحتة دي لو القسين بيساوا بعض يطلع الناتج المعامل هنا والمعامل هنا تعالى بقى كده نشوف لو غير لي شكل وجاب لي قسين مضربين في بعض وبتاع اعمل ايه افكر ازاي تعالى نفكر مع بعض ونشوف ايه الكلام ده بيبقى معمول ازاي بص معايا كده جاب لي هنا قسين مضربين في بعض وبيقول لي حل يا باشا فيه ناس يضرب القس في القس ماشي ويقسمه بتاعه ويطول المسألة انت تخليك اسكى مني واحسن مني واحد تاني قال لي لا انا هعملها مباشر اعملها مباشر ازاي اه عندي سين قس اتنين اقول بالاسم على سين قس اتنين وقسم سين قس اتنين هنا اه وهنا ازاي هتبقى سين في سين يبقى هاسم دي على سين وقسم دي على سين يبقى كأني قسمتي ايه على سين قس اتنين تعالى بقى نشوف الكلام ده يبقى نهاية سين تقول للمالة نهاية هنا لما اقسم على سين يديني واحد هنا لما اقسم على سين يبقى ثلاثة على سين وهنا هقسم على سين يديني اتنين ناقص لما اقسم الواحد على سين يبقى واحد على سين هنا كده قسمتي كده كل المقدار على سين قس اتنين مش انا قسمتي الكس ده على سين والكس ده على سين يبقى سين في سين في سين قس اتنين يبقى قسمتي المقدار كله على سين قس اتنين ما اتعبش نفسي هاسم تحت على سين قس 2 يبقى أربعة زائد تمانية على سين قس 2 عود بالمالة نهاية يبقى على طول يديني واحد زائد ثلاثة على المالة نهاية أدي أول قص وهنا اتنين ناقص واحد على المالة نهاية أدي تاني قص على أربعة زائد تمانية على المالة نهاية يبقى يديني طبعا دي بصفر دي بصفر يبقى يديني واحد في اتنين يديني اتنين وهنا أربعة زائد صفر يديني أربعة يبقى بيساوي نص في الآخر يديني نص تعالا بقى نشوف كده اللي هي اللي دي تاني أسمت على سين قس 2 سين قس 2 تليقوا سين هنا في بعض فأسمت سين قس 2 إلى سين في سين فأسمت دي على سين ودي على إيه على سين لما أسمت دي على سين يبقى هنا السين على السين فيها الواحد وهنا تلاتة على سين وهنا اتنين سين على السين يبقى فيها الاتنين وهنا سالب واحد على سين أسمت دي على المقدار كله دي مقدار شكله طبيعي مش مضربين في بعض ولا حاجة فأسمت على سين قصة 2 فدي 4 وهنا 8 على سين قصة 2 طيب وعودت بالمالة نهاية 3 على المالة نهاية بصفر طبعا وهنا 1 على المالة نهاية يبقى 1 في 2 ب2 تعال كده عودت 4 زائد 8 على المالة نهاية بصفر يبقى على ال4 2 على ال4 يدينا ايه نص وده اللي احنا بنشتغل عليه وبنشوف ايه الدنيا ماشى فيه ازاي لما تيجي للمسائل اللي زي دي دايما تخلي بالك من حاجة على طول يبقى احنا الوحدة الاولى في كم مسألة دول لم نهاية دلة عند نقطة ونهاية دلة عند الايه اللا نهاية لما ييجي مثلا دلة زي دلة متوسط التغير دلة التغير هي حاجة بسيطة قوي هي لما حاجة تتغير لو انت سخمت حتة حديدة كده فبتزيد شوية الزيادة دي دي اسم مقدار التغير تزيد واحد ميلي ولذلك الباب مثلا الحديد او اي باب تعمل بيعمل واحد ميلي فاصل كده عشان يبقى عامل حساب الفرق ما بين الصيف والشتاء تعال بقى الكلام ده بالرياضة ازاي دلة التغير هتتلاقي يقولك الدلة بعد التغير ناقص دلة التغير طب متوسط دلة التغير يعني ايه انا عندي سين اتغيرت لو عندي سين اتغيرت يبقى ته دال سين واحد زائد هي ناقص دال سين واحد طيب لو متوسط التغير يبقى دال سين واحد زائد هي ناقص دال سين واحد على هي معدل التغير بجيب نهاية متوسط التغير اللي هو ميم هي تعال نشوف الكلام ده ونشوف تمرين الجميل اللي قدامنا ده اول حاجة لما نيجي نشتغلها اوجد دالة متوسط التغير للدالة اللي هي اول حاجة نعملها نشوف المجدار اللي هو هي بس هو هنا لما تيجي تشوف للمسألة هتتلاقي اني قالك ثم احسب يبقى هنا ثم احسب هذا المتوسط عندما تتغير سين من ثلاثة الى ثلاثة واحد من عشر طب هو مطلوب مني ايه اوجد دالة متوسط التغير للدالة دالة حيثو دال سين نديني الدالة بساوي سين تربيع ناقص اربعة يبقى نجيب المتوسط لغاية هنا هيبقى فيها المتغير موجود ثم احسب المتوسط عندما تتغير سين من ثلاثة الى ثلاثة واحد من عشر تعالى نشوفي الكلام ده اول حاجة نرصها القانون ميم هي بيساوي دال سين واحد زائد هي ناقص دال سين واحد على هي تعالى نشوفي الكلام ده تعالى نشوفه نشيل السين في الدالة ونحط مكانها ايه سين واحد زائد هي كل تربية ناقص اربعة ناقص دالسين واحد اشيل السين واحد ما كانها سين واحد اهو ناقص سين واحد تربية ناقص اربعة ده كله على كام على هي لما نيجي نفك ده يبقى سين واحد تخلي بالك مني وانا بفك دي كل تربية يبقى سين واحد تربية زائد الاول في التاني في اتنين يبقى اتنين سين واحد هي زائد هي تربية ناقص اربعة ناقص سين واحد تربية زائد اربعة ده كله على كام على هي خلي بالك علشان انا بقول لك اهو انت هنا كل اللي ما فغوش هي هتلاحظ ان يتير هل الحد دي في هي والله راح مع ده دي في هي سليب اربعة وموجب اربعة راحوا مع بعض خد هي هنا مشترك هي فاخدها ايه مشترك تعال نشوف كده انا اخد هي مشترك بم هي بيساوي اخد هي مشترك بيساوي اتنين سين واحد زائد هي على طول دي كده على هي دي راح اتمع دي يبقى هنا على طول متوسط التغير يبقى اتنين سين واحد زائد هي هو ده متوسط قال لي في المسألة ايه ثم احسب المتوسط عندما تتغير سين من ثلاثة الى ثلاثة وواحد من عشر يبقى مقدار يبقى مقدار التغير هي بيساوي ثلاثة وواحد من عشر ناقص ثلاثة يدينا واحد من عشر وعندنا سين واحد تتغير سين بتلاتة يبقى عوض يبقى ميم واحد من عشر يبقى اتنين في تلاتة زائد واحد من عشر يدينا ستة وواحد ايه من عشر تعالى نشوف تاني انا عملت في المسألة ايه اول حاجة قال لي اوجد دلة متوسط التغير للدلة دال حيث دال سين بيساوي سين تربيع ناقص اربعة ثم احسب هذا المتوسط عندما تتغير سين من ثلاثة الى ثلاثة واحد من عشر قلتلك متوسط التغير رصيت القانون بتاعي دال سين واحد زاد ناقص دال وهنا سالب في موجب سالب سين واحد تربيع. وهنا سلف سلب بموجب. اه اه اربعة. على هي. كل اللي ما فوهوش آه هي. تشطب مع بعض. يعني سين واحد تربيع وسلب سين واحد تربيع. سلب اربعة وموجب اربعة. روحوا مع بعض. خدت من هنا هي مشترك. لما خدتها مشترك. بتبني اتنين سين واحد زائد هي. على ايه? هي. اهو. خدت هي مشترك. يبقى هنا داني اتنين سين واحد زائد هي. على هي. يبقى دي كده اللي هو متوسط التغير تعالى بقى كده قالك عندما تتغير سين من 3 إلى 3 1 من 10. يبقى مقدار التغير هي. 3 و 1 من 10 ناقص 3 يدينا 1 من 10 وسين 1 اللي هي 3. لأنه قالك عندما تتغير سين من 3 إلى 3 و 1 من 10. يبقى سين 1 اللي هي 3. يبقى متوسط التغير. ميم 1 من 10. بيساوي 2 في 3 زائد 1 من 10. يدينا 6 و 1 من 10. ملحوظة مهمة جدا عاوزة أضيفها لك. طب لو طلب مني معدل التغير أقول له معدل التغير هنا يبقى نهاية متوسط التغير عندما هيهت أقول لصفر. ما تتعبش نفسك يبقى على طول اللي هي ايه؟ 2 في 3 زائد سفر يدينا كام 2 في 3 بستة زائد السفر يدينا ستة. أدي كيمية معدل التغير لو أنت إيه حبيتها تعال نشوف برضو نشوف حاجة كمان أول حاجة فاكر أنت لما احنا اشتغلنا الاشتقاق ولو طلب منك الزاوية تتعامل معاها إزاي؟ ولو طلب منك أن أنت تعمل الحاجة فيها إيه؟ لو طلب منك مثلا إيجاد زاوية التي يصنحها المماثل المنحنة عندها أول حاجة بتعملها إيه؟ تجيب المشتقة الأولى وتعاوض بالإحداث السيني بعد ما بتعاوض بالإحداث السيني هتبقى أي المشتقة الأولى بيتسوي ظل الزاوية يبقى ظاهيه؟ بيتسوي الكيمة اللي أنت بتتعاوض بها لما على طول ظل الزاوية لما بيديني القيمة دي يبقى هنا شفتي تاني القيمة بيديني قياس الزاوية تاني لو طلب منك قياس الزاوية للدلة بجيب المشتقة الأولى وسويها بيعاوب بالإحداث السيني بالنقطة اللي هو بيكون مدهالي تاني Up الناتج هو الميل الميل بيسوي ظل الزاوية Za Hii الميل بيسوي ظل الزاوية اللي هو Zai Hii يبقى ظاه هي؟ يبقى قياس زاوية Hei دي شفة تان القيمة اللي هو مدهالي قياس ديني الزاوية اللي موجودة تعالى بقى تنشوف المسألة نشوف التمرين ده معناي بيقول لي إيه؟ أوجد قياس زاوية تخلي بالك الزاوية التي يصنعها المماث للمنحنة الدل دال حيث دال سين بيساوي سين نقص ثمانية على سين زائد واحد مع الاتجاه الموجب لمحور السينات عند النقطة كام اتنين وسالب اتنين الواقع عليه ثم أوجد معادلة المماث تعال نشوف الكلام ده ونشوف بنعمل ايه قلتلك اول حاجة نعملها نجيب المشتقة الاولى ده الشرطة سين ده دالة كسرية المقام سين زائد واحد في مشتقة البست مشتقة السين بواحد ومشتقة التمانية صفر ناقص البست سين ناقص تمانية في مشتقة المقام اللي هي واحد على المقام تربيعي يبقى سين زائد واحد كل تربيعه ايطلع عندي الناتج ايه تعال نشوف الناتج على طول اتا لما تيجي تشوف اتتلاقي ايه سين زائد واحد سين زائد واحد اللي انت بتشتغل على اساسها وسين زائد واحد في واحد يدينا سين زائد واحد وهنا واحد في سين ناقص تمانية بسين ناقص ايه اه تمانية يبقى هنا سالب سين زائد تمانية على سين زائد واحد وكل ايه تربيعه تعال نشوف كده يبقى السين وكده راحوا مع بعض يبقى عندي دي التسعة على سين زائد واحد وكل ايه تربيعه هنا الله جبت له ايه المشتقة الاولى طب اعود بالاحداسي السيني اللي هو كام اتنين طيب يدينا تسعة اتنين زائد واحد يدينا اتنين زائد واحد كل تربيع يبقى تسعة على تسعة يدينا كام واحد طيب معلش نعملها هنا نعملها هنا تعالك كده تشوف يبقى زاه بيساوي كام واحد يبقى قياس زاوية هي شفتي تان واحد يدينا كام خمسة واربعين يبقى انا عملت ايه هنا تاني نشوف المسألة بتاعتنا اول حاجة جبت المشتقة الاولى لما جبت المشتقة الاولى على طول يبقى المقام في مشتقة البست ناقص البست في مشتقة المقام على مربع المقام اهو المقام سين زائد واحد في مشتقة البست بواحد ناقص البست سين ناقص ثمانية في مشتقة المقام اللي هو بواحد على مربع الايه المقام بسطتها تلعي كام تسعة على سين زائد واحد كل ايه تربيع عوضت بالإحداث السيني سين باتنين عوضت بيها يبقى هنا تسعة واتنين زائد واحد كل تربيع تلعد بكام واحد الله ده المشتقة القول عند النقطة دي الاشتقاق الأول معناها ظل الزاوية يبقى ظاهر بيسوي واحد يبقى قياس زاوية ايه بالقالة الحزبة شفت تان واحد يطلع خمسة واربعين ايه درجة وده السؤال تعال بقى كده لو قال لي اوجد النقط الواقعة على المنحنة لو قال لي اوجد النقط الواقعة على المنحنة ابقى اول حاجة بكتب معدلة المنحنة اللي هو من دهالي وبعدين بجيب المشتقة الاولى المشتقة الاولى بسويها بالميل ونحلل وبعد ما نحلل نطلع خمسين وبعود في معدلة المنحنة اللي هو من دهالي اقولها تاني معدلة المنحنة اللي هو مندهالي لو كان قال لي اوجد النقط الواقع على المنحنة بعمل ايه بجيب اول حاجة اكتب معدلة المنحنة مندهالي بعد كده بجيب المشتقة الاولى المشتقة الاولى بسويها بالمير ونحلل ونطلع قيم سين نعوض في معدلة المنحنة اللي هو مندهالي طلع قيم صغاد المناظرة وده اللي انت بكل بساطة المسألة ما فيهاش اي تعقيد ولا اي حاجة. تعال نشوفها كده في التمرين. يقول لي ايه? اوجد النقط الواقعة على المنحنة صاد بيساوي اتنين سين تكعيب ناقص ثلاثة سين تربيع زائد واحد التي يكون المماس موازيا لمحور السنات. طيب اول حاجة اكتب معذة المنحنة صاد بيساوي. صاد بيساوي. صاد لما بيساوي اول حاجة موجودة عندي اتنين سين تكعيب ناقص ثلاثة سين تربيع زائد واحد. نجيب ده الشرطة سين اللي هي المشتقة الاولى. تلاثة في اتنين بستة سين قصة اتنين ناقص اتنين في تلاتة بستة سين ومشتقة دي سفر. قال لي المماس ماله يوازي محور السينات. يبقى معنى كده المشتقة الاولى بتساوي ايه? سفر. حطي كده يبقى ستة سين تربيع ناقص ستة سين بيساوي سفر. بالاسم على ستة واخد سين مشترك يبقى اخد ستة سين مشترك واخلص نفسي سين ناقص واحد بيساوي سفر. ومنها سين بيساوي سفر وسين بيساوي واحد. بالتعويض في واحد. يبقى هنا على طول عنده سين بيساوي سفر يبقى سات بيساوي واحد. يبقى النقطة الاولانية كام وكام? النقطة الاولانية يبقى سفر وواحد. طيب حاجة كمان. لو عندك هنا سين بيساوي كام? واحد. عوض. يبقى هنا على طول سات بيساوي اتنين ناقص ثلاثة زائد واحد. اتنين ناقص ثلاثة يدينا سلب واحد زائد واحد يدينا صفر. يبقى النقطة التانية سفر وكام? واحد وكام? وصفر. يبقى عندي النقطتين يبقى النقطة هي اهو. النقطة هي سفر واحد واحد وصفر. النقطة الواقعة هي سفر واحد 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 وصفر. طيب. في حتة ملحوظة في المسألة اللي قبل كده اللي احنا خدناها. اتعرض ديها مرة تانية عشان تخلي بالك من اللي انا عملته ايه؟ عملت اوجة كياس الزاوية يعني انا بتعرض للمسألة علشان في حتة احنا نسينا نعملها. اه بيقول لي اوجة كياس الزاوية التي يصنحها المماس لمنحنة دال لدال حيث دال سين بيسوي سين نقص ثمانية على سين زائد واحد. مع الاتجاه المجب لمحور السنات. قلت لك ناخد المشتقة الاولى وعوطنا وطلعنا الميل. الميل اللي هو ده. طيب انت معلّة المماس ما جبنهاش. معلّة المماس تكملة لها للمسألة دي هي ايه بقى؟ معلّة المماس يساوي صاد نقص صاد واحد بيساوي الميل في سين نقص صين واحد. طيب الميل بيكام؟ بواحد. وصاد. النقطة عندي كم وكام؟ اتنين وسالب اتنين. خلي بالك عند النقطة دي. صاد نقص صاد واحد يبقى زائد اتنين. سين نقص صين واحد يبقى نقص اتنين. يبقى صاد زائد اتنين بيساوي سين نقص اتنين. يبقى هنا لما تيجي تبص للمسألة يبقى صين نقص صاد سالب اربعة بيساوي صفر. وده معدّة المماس اللي احنا نسيناها في قلب المسألة. اقول تاني المسألة. معلّش؟ خليك معايا. التمرين بيقول لي ايه؟ اوجد قياس الزاوية التي يصنعها المماس للمنحنة الدالة دال. حيث دال سين بيساوي سين نقص ثمانية على سين زائد واحد مع الاتجاه الموجب لمحور السنات عند النقطة كام اتنين وسالب اتنين الواقع عليه. ثم اوجد معلّة المماس. احنا قلنا خدنا المشتقة الاولى. لما خدت المشتقة الاولى المقام في مشتقة البسط. ناقص البسط في مشتقة المقام على مربع المقام. بسطتها تلعك كام تسع على سين زائد واحد كل تربية. المشتقة اه نعوّب بالإحداث السيني. لما عوّب بالإحداث السيني ليه؟ عشان نوجد الميل. كيمة الميل قد ايه؟ يبقى اتنين زائد واحد كل قصة اتنين. يبقى ديه بتسعة. وتسعة بتسعة يدينا واحد. زل الزاوية بيساوي واحد. يبقى على طول قياس زاوية هي. بيساوي خمسة واربعين. شفتي تان واحد. طيب هو عاوز معدلة المماس. دي كيمة الميل خلي بالك. دي الميل. تعال نشوف كده الميل ده. يبقى معدلة المماس عند النقطة اتنين وسالب اتنين. صاد ناقص صاد واحد بيساوي مين في سين ناقص صاد واحد. الصاد كتبتها ايه؟ صاد واحد الله بسالب اتنين. سالب في السالب بتاعت القانون يدينا موجب اتنين. الميل بواحد. احنا مطلعينه. يبقى على طول سين كتبتها بتاعت القانون. وسين واحد بكام؟ باتنين. يبقى اكتب سالب اتنين. بسطها تطلع معدلة المماس. سين ناقص صاد ناقص اربعة بيساوي صفر. بكده احنا يعني وجدنا حاجات كتيرة جدا. وعاوزين نشوف بعض الحاجات اللي احنا هنشتغلها. زي المشتقة الاولى. المشتقة الاولى القس بندربه في المعامل ونطرح منه واحد. ولما نيجي نقول الكلام ده. بنعرف احنا القس لما اضربه في المعامل واطرح منه واحد. اقدر هي معدلة من الدرجة الاولى. باخد المعامل. اقدر هي عدد ثابت. يبقى على طول طالما عدد ثابت. يبقى هي ايه؟ صفر. اه لما يكون مقدار في قوس قس عدد. في مشتقة القوس في مشتقة ما بداخل القوس. اه بعد كده لو كان كسرية المقام في مشتقة البصط. ن eliminبقى في مشتقة بسط المقام. على مراببه. على المقام. بعد كده لو كان مديني دلة الدلق. كل القواعد اللي هو قواعد الاشتقاق. هنبدأ نطبق فيها. لو حاصل ضرب دلتين الاولى في مشتقة التانية. زي ده التانية في مشتقة الأولى. هنشوف احنا مجهزين مسائل ايه؟ سريعة كده للمراجعة على الحاجات دي. تعالى نشوف مع بعض. تمرين. اوجد المشتقة الاولى للدلة ساط بساوي سين تربيع زائد جايب لمقدار داخل قوس سين تربيع زائد سين ناقص 8 كل قس كام 3 هقول له تعالى تشوف كده المشتقة الاولى دال ساط على دال سين او اقول ساط شرط او اقول دال شرطة سين مش مشكلة اي حاجة فيهم يعبر عن المشتقة الاولى مشتقة القوس الثلاثة اضربها في المعامل ثلاثة سين تربيع زائد سين ناقص 8 كل قس اتنين نتراح منه واحد كويس قوي في مشتقة ما بيداخل القوس اتنين في سين باتنين سين زائد واحد الثلاثة اضربها هنا ثلاثة في اتنين بستة سين زائد ثلاثة في واحد بتلاتة ادي الكوس واكتب دي زي ما هي بالقس بتاعها قس اتنين خلصة المسألة على كده يبقى هنا مشتقة مقدار محدود في كوس وكل دا كاسرة الحدود اهيه منحتوطة في كوس وكل قس تلاتة يبقى مشتقة القوس ثلاثة في واحد بتلات سين تربيع زائد سين ناقص تمانية وناقص من القص كام واحد اهو مش هولك عليه تلاتة ناقص واحد يبقى اتنين في مشتقة اللي جوه قوس اتنين في واحد باثنين سين زائد كام واحد هنا تلاتة في اتنين بستة سين تلاتة في واحد بتلاتة وهنا القوس قس كام قس اتنين تعال نشوف كمان تطبيق بسيط برضو عليها ونشوف الدنيا ماشى معنا ازاي طيب نشوف اللي هو ده صاد بيساوي جزر تكعيبي يبقى صاد بيساوي اتنين ناقصين تربيع كل قس كام جزر تكعيبي خلي بالك خمسة على ثلاثة يبقى ده الصاد على ده السين بيساوي خمسة على ثلاثة في اتنين ناقصين تربيع اناقص مندي واحد يبقى على طول لما ناقص واحد يبقى ادينا اتنين على ثلاثة في مشتقة ما بداخل قوس سالب اتنين سين هنا يبقى ادينا خمسة في سالب اتنين بسالب عشر على ثلاثة سين في اتنين ناقصين تربيع كل قس 2 على 3 بكده خدنا بعض المشتقات وإن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله بإذن الله هنشوف بعض التمرينات على كل الترن من أول الفصل الدراسي الأول بالكامل إن شاء الله والله الموفق إلى حلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة